الدم هو الوسط الأساسي اللي بيتم من خلاله عملية النقل على سبيل المثال بيتم نقل الأكسجين من الرأتين إلى جميع خلايا الجسم بوسطة الدم وبيتم نقل سانيكسيد الكربون من خلايا جميع الجسم إلى الرأتين تاني بوسطة الدم وده بيحصل من خلال كرات الدم الحمرة اللي هي أحد مكونات الدم برضو بيتم نقل النواتج الهضم من إلى معاية دقيقة بعد ما يتم امتصاصها زي السكريات الوحدية والأحماض اللامنية إلى جميع خلايا الجسم بوسطة الدم وده بيكون عن طريق البلازمة اللي هي أحد مكونات الدم فيبع الدم هو الوسط الأساسي في عملية النقل الوسط الأساسي وليس الوسط الوحيد لأن احنا عندنا اللينف برضو بينتقل من خلاله الدهون بعد ما يتم هضمعه إلى أحماض دفنية والدم هو عبارة عن سائل أحمر لازج البيتش الخاص بالدم بتساوي 7.4 من 10 يعني قلوي ضعيف حجم الدم في جسم الإنسان بيكون بمتوسط من 5 ل 6 لتر والدم بيتكون من نسيق ضم سائل بيشمل كل من قريات الضم الحمراء وقريات أو خالات الضم البيضاء والبلازمة والصفائح الدموية قرات الضم الحمراء بتكون عديمة الأنوية علشان كده ما ينفعش نقول عليها خلايا لأنها لا تحتوي على أنوية بتحتوي قرات الضم الحمراء على كميات كبيرة من مادة كيميائية تسمى الهيموجلوبين والهيموجلوبين بيتكون من البروتين والحديد والبروتين بيتكون من أحماض إمنية وبالتالي نقدر نقول برضو أن الهيموجلوبين بيتكون من أحماض إمنية وحديد والهيموجلوبين بيكون لونه أحمر وهو سبب اللون الأحمر اللي بنشوفه في كريات الدم الحمرة اللي بتكون أصلا السبب في أن الدم بيكون باللون الأحمر لأن كريات الدم الحمرة هي أكتر خلايا الدم انتشارا فبنلاحظ في الرجل البالغ بيتراوح عددهم من 4 إلى 5 مليون كرة دم حمرة لكل ملي متر مكعب من الدم وفي الانسة البالغة بيتراوح عددهم من 4 إلى 4.5 مليون كرة دم حمرة لكل ملي متر مكعب من الدم كريات الدم الحمرة بتكون عبارة عن كرات مستديرة الشكل مقهارة الوجهين بيتم تكوين كرات الدم الحمرة داخل نخاع العظام للانسان البالغ بحيث ان بيتم تكوين 100 مليون كرة دم حمرة لكل دقيقة ومتوسط عمرها ما بيزددش عن 4 شفور يعني حوالي 120 يوم 120 يوم بتقضيع كرات الدم الحمرة تمر داخل الدورة الدموية وبتمر حوالي 172 ألف مرة وبعد بتقضي فترة عمرها بيتم تكسير كرات الدم الحمرة في الكبد والطحال والنخاع العظمي وبعد تكسير كرات الدم الحمرة الأديمة بيقوم الجسم باسترجاع البروتينات الموجودة فيها علشان يقدر يستعملها تاني في تكوين العصارة الصفروية اللي بيكونها الكبد واللي ليها دور في عملية هذه الدهول وظيفة كرات الدم الحمرة هي نقل الأكسوجين من الرأتين إلى كافة أنحاء الجسم وبعد كده نقل سانيوكسيد الكربون من كافة أنحاء الجسم إلى الرأتين اللي بيحصل أن الهوموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمرة بيتحد مع الأكسوجين اللي موجود في الرأتين فبتتكون مادة اسمها أكسي هيموجلوبين بيكون لونها أحمر فاتح وده لون الدم في الشرايين الهوموجلوبين بعد ما إنه الأكسوجين بيوصله إلى جميع خلايا الجسم بيتخلى عن الأكسوجين ويرجع تاني هوموجلوبين إلى طبيعته وبعد كده الهوموجلوبين بيتحد مع سانيوكسيد الكربون اللي بيكون موجود في خلايا الجسم فبيكون مادة جديدة اسمها كارب أمينو هيموجلوبين وبيكون لونها أحمر غامل وده لون الدم داخل الأوردة بعد الهوموجلوبين ما ينقل سانيوكسيد الكربون إلى الرأتين بيتخلى عنه ويرجع تاني هوموجلوبين زي مكان بعد كده كرات الدم البيضة أو خلايا الدم البيضة واللي بيكون عدتهم حوالي 7000 كرة دم بيضاء لكل مليمتر مكعب من الدم ولأن وظيفة كرات الدم البيضة هي وظيفة مناعية بالتالي بيزيد عدتها في أوقات المرض خلايا الدم البيضة هي خلايا عديمة النون وما بيكونش لها شكل محدد لأن في منها أنواع في الحامضية والقاعدية والمتعدلة واللمفاوية وبتتكون خلايا الدم البيضة داخل نكاع العزام والطحال وبرضو داخل الجهاز اللي مفاو ومتوسط عمرها من 13 ل 20 يوم وظيفة خلايا الدم البيضة هو الدفاع عن الجسم لأنها بتقوم بمهجمة الميكروبات اللي بتدخل إلى الجسم بحيث أن هي بتحيط بيها وتبتلحها وبتقوم بتعطيل المواد الغريبة اللي بتكونها الميكروبات داخل الدم وبرضو بتعمل على التخلص من الخلايا الميتة وإنتاج الأجسام المضادة نيجي بعد كده لبلازمة الدم بلازمة الدم هي المادة الخلالية في الدم لأن دي المادة اللي بيمر خلالها المواد اللي تم عضمها اللي هي السكريات الأحادية والبرتلات وبرضو بيمر خلالها الإنزيمات والهرمونات وغيرها بلازمة الدم بتشكل حوالي 54% من إجمال حجم الدم وبتتكون من مية بنسبة 90% وبتحتوي على أملاح غير عضوية بتكون حوالي 1% من حجم البلازمة زي مثلا أملاح السوديوم وأملاح الكالسيوم والكلور والبيكربونات وبلازمة الدم بتحتوي على بروتونات بتكون 7% من حجم البلازمة كلها زي عندنا الألبيومين اللي بيحافظ على الضغط الاسموزي وكمية المية والجروبيولين والفيبرولوجين اللي هنستخدمه بعد كده في عملية تجلط الدم وبتحتوي على مواد أخرى بتكون حوالي 2% من إجمال البلازمة زي نواتيك الهضم والهرمونات والإنزيمات والأجسام المضادة والفضلات النيتروجيمية زي اليوريا نيجي بعد كده لآخر متكون من مكونات الدم وهو الصفايح الدموية عدد الصفايح الدموية بيكون حوالي 250 ألف لكل مليمتر مكعب من الدم وهي عبارة عن جسيمات صغيرة غير خلوية حجمها بيبلغ حوالي ربع حجم كرة الدم الحمراء وبتتكون داخل نخاع العظام متوسط عمرها بيكون حوالي 10 أيام لأنها بتتجدد بشكل مستمر الجلطة الدموية بتحصل لما يحصل قطع أو تنزق في الأوعية الدموية وأهمية الجلطة الدموية هي حماية الدم من النزيف لأن يجمال الدم كله من 5 إلى 6 لتر لو فقط نص الكمية دي يؤدي إلى موت الإنسان والعوامل أو الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث الجلطة الدموية هو تعرض الدم للهواء أو احتكاك الدم بسطح ششن زي الأوعية والخلايا المنزقة اللي بيحصل عند تمزق أو قطع الأوعية الدموية هو أن الصفائح الدموية والخلايا التنفى بتقوم بتكوين مادة بروتونية اسمها سرومبوبلاستين بعد كده السرومبوبلاستين بيحفز تحويل البروسروموبين إلى سرومبين والعملية دي بتحصل في وجود أيونات الكالسام وعوامل التقلط اللي بيتم تكوينها في الكبد وبتكون موجودة في بلازمة الدم والبروسروموبين هو عبارة عن بروتين بيتم برضو تكوينه بواسطة الكبد بمساعدة فيتامين K وبيصبه بعد ما يكوينه داخل الدم فبيتم تحويل البروسروموبين بواسطة السرومبوبلاستين إلى سرومبين وده عبارة عن إنزيم نشط السرومبين بيحفز عملية تحويل الفايبرونوجين اللي بيكون موجود في بلازمة الدم إلى الفايبرين بعد ما يتحول الفايبرونوجين إلى فيبرين والفيبرين هو عبارة عن بروتين غير زائب بيبدأ يترصب الفايبرين على شكل خطوط متشابكة بتتجمع فيها ثلاثة الدم فبتتكون الجلطة اللي بتسد فتحة الوعاء الدموي المقطوع وبالتالي بيتم وقف النزيف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة